أنا طبعا بشكورك شكرا جزيلا أستاذ عادل شكرا على التعليق نتمنى إن شاء الله عودة إحنا مع عودة الجماهير بإذن الله نتمنى أن الفقر يتغير نتمنى أن الناس داخلها عاوزة فعن بفيه تبني البلد عاوزة بفيه إخلاص عاوزة ببعندها وطنية يبعندها تتقدم البلد وشافين كل حاجة فيه نمو في كل حاجة فالوقت طبعا ده وقت حرج لازم كله يتكتف عشان البلد تنهض ومرجعش الورى تاني إن شاء الله أتمنى الخير كل المواصر طبعا أخيرا رسالة وجهها للشباب اللي بيتفرجوا على المباريات أقول لهم الفرصة جات ليكوا الناس الدولة كلها وقفة وراء عودة الجماهير اقتنصوا الفرصة بشكل كبير جدا ما فيش دعا للتجاوزات شجع فريق بشكل متحضر شجع فريق بشكل إيجابي أنت بتخش المباريات تستمتع وتمتع اللعيبة وتساند وتقاذر عشان الفريق بتاعك هتقدم وتفرح انت راح تنبسط دي رياضة فيها انت راح تنبسط في رياضة منافسة تكسب تخسر دوارد لكن المحصلة اللي بستمتع في الرياضة وباخد حاجة مختلفة عن الحياة اللي هم نشوفنا فيه بقعد المعاناة من خلال الرياضة الواحد بيختلف وبيظهر بشكل مختلف وفي حاجة بهجة وسرور وفرحة بتعم على المتفرج أما بيشوف فريقه بيكسب بينتصر بيبدع فيه أهداف تحصل لكلها منظر جميل جدا نتمنى يععم على كل ملاع مصري الرسالة لاتحاد الكورة اتحاد الكورة لا عاوز يبقى فيه اندبات أكتر عاوز يبقى فيه احترافية في كل العمل اللي بيعمله عاوز يبقى فيه قاعدة بيانات أكتر لكل المورايات اللي فيه دولة هبقى فيه كياس فيه كونفدرية دولة الأبطال فيه وصلنا لكاس عالم عاوزين نخش تاني كاس عالم من خلال منظومة محترفة تشتغل بأليات وفكر متطور عشان واكب الرجل العالمي الرسالة للأندية الحقيقة يعني يتكتفه بشكل كبير وراء الفرق أو المنظومة القروية اللي بيعملها وكل الفرق تشتغل وتخلص وتركز بشكل كبير فيه قرط القدم أو في رياضة اللي هي بتمارسها الفرق بتاعتها عشان تلهض وعاوزين نشوف فقى مصر مختلفة رياضيا وفيه نهضة عاوزين نشوف مصر فيه كاس عالم مرة واثنين عاوزين نشوف فيه الأولمبيات توكيو عشرين عشرين فيه أكتر من لعب أكتر من نجم أكتر من بطل عاوزين نشوف ميداليا بدل ميداليا بالصدفة بالمجود الزياتي لأ وفق نظام ممارم نرعى العالمي بشكل إيجابي عاوزين نشوف المحفى الأولمبي عالم مصر بيرتفع بشكل كبير بدل ميداليا واثنين لأ عشر مليات خمس مليات فيه منهم خمسة دهب ستة دهب فضة برونز المنظر يما مختلف ومتعكس سورة مصر فعلا الرياضية بشكل كبير في الأعلام كله نتمنى طبعا إن شاء الله قريبا جدا طول ما احنا كده يعني البنى على بلدنا وبنعمل على تنميتها ونهضتها دائما بغض النظر عن أي تصرفات خارجة عن المألوف خلينا نقول إنه تم السيطرة على حادث الشغب كان يجب الإشارة ليه ولكن طبعا تم السيطرة عليه بشكل موفق جدا من وزارة الداخلية المصرية بإذن الله إن المواضيع لسه قيد التحقيق سنوافي حضراتكم بكل مستجداتها بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عدل عطية النقد الرياضي شكرا لك مشاهدين انتظرونا بعد الفاصل والمزيد من الفقرات ونهاية الأسبوع اشتركوا في القناة